السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم علي الدين محمود مدير عام فندق سنتيد ومملوك بلس ورئيس اتحاد السياحيين في البحر الاحمر عايز اوجه رسالة النهاردة بس للأستاد المسؤولين واصحاب الفنادق عند اهتمام بالعامل اللي بيشتغل في الفنادق النقابة برضو لازم يبقى لها دور رقم واحد احنا عملينا بنتمنى وبنحلم ان احنا عندنا 30 مليون ساية وكل تفكيرنا ازاي نزبط المطارات ازاي نزبط الريتات ازاي نزبط الفنارق ازاي نزود الخدمة ازاي نعلي الفاسيليتز ولكن نسينا خالص ان احنا ان اساس الكلام ده كله واللي بيعمل السومعة واللي بيعمل السيرفس هم العمال اللي شغالين في الفنادق النهاردة بعض الفنادق مش اقول الكل بس النسبة الكبيرة مفيش اي اهتمام بالعامل يعني خش سكن الموظف كده وشوف سكن الموظفين عاملين ازاي شوف اكلهم في الكافتيريا عامل ازاي شوف الاوتوبيس اللي بينزلوا فيه عامل ازاي النهاردة يعني الاهتمام بس جواري محتاجين وضروري جدا رقم واحد عايزين نقول ان او الموظف اللي شغال في الفنادق او في السياحة ده يعني محتاجين ان هو يحب المهنة ويحب الشغلانة وازاي احنا نقدر نستجلب موظفين جدد حبين الشغلانة وعندهم طموح وعايزين يكبروا في المهنة دي النهاردة لما يجي موظف جديد لسه هيشتغل بروح يلاقي السكن هو قاعد مع اربعة او مع ستة يسكن بسرير باري اللينين الموجود قديم واللي خارج من الفنادق البطاطيني اللي بيستغطى بيها اللي هي اللي خارج برضو من الابريشن السكن بواجهة عام بتبقى حاجة غير مرضية وغير مشرفة للموظف اللي شغال في الاوتيل طبعا ده اول حاجة اول حاجة بيغتروا بحصلة شفت صدمة بيكره الشغلانة واللي بيقعد فيها بيقول ان بيقعد فيها مؤقتا لغات ما تجيلي حاجة بس احنا مش دا الهدف الهدف احنا نحبب الموظف في الشغلانة نهاردة روح الكافيتيريا معظم الفنادق غالبية كبيرة بنسبة 85% 90% من الفنادق اكل موظفين مرتين ثلاثة بروتين والباقي كله برضو مفيش اهتمام بالكافيتيريا زي ما اهتم بالمطعم بتاع الجسد لما نخش الاوتيلات الكبيرة هنلاقي ان الاهتمام بالسكن بتاع الموظف والاهتمام بالكافيتيريا واكله واهتمام باليونيفورم ويبقى الابيرنس بتاعه عامل ازاي ده طبعا بيدي علامة للجسد نفسه كمان لما بيشوف الموظف عامل كده الموظف كمان بيبقى عنده لوياليتي وبيبقى لويال للمكان وحابب انه هو يكمل في المكان ويكمل في الشغلانة ويبقى عنده فيوتشر وعنده طموع عايزين نبص على الاوتوبيس اللي بنزل فيه الموظفين من الجهة السيفتي وايز او اوتوبيس قديم موديل سبعين سنة فاته وده هو ده السكا او بتاعت الموظف برضو مفيش اهتمام فانعايز اوصل الرسالة النهاردة عايز اقول ان اللي هيعمل تلاتين مليون سايح هو العامل اللي بيشتغل في الفنادق بعد كده احنا عايزين نقول ان سكن للموظف لما يبقى بحالة رديئة مش نظيفة طب النهاردة ما هفقد الشيء لا يعطيه لا هيقدر الهوسكيبين لا هيقدر يديني شغل كويس ولا السيربس يديني شغل كويس ولا الناس اللي بقى عندها ايديوكيشن اللي هي تدي الفاسياليتز اللي احنا عايزين نوصلها او الستاندرب سيربس اللي احنا عايزين نوصلها